ده باحت الوضحية الحططة في التلاجة يا عم الحزين ومنكد على أهل بيتك وتقول لهم احنا حنصم من تاني يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وبخيل على نفسك وعلى أهل بيتك بأكل الوضحية تعال بقى عشان ما ننكدش على بعض ونعرف حكم الصيام في الأيام دي تابعون السلام عليكم ورحمة الله من العجب العجاب في الزمن ده ان تلاقي واحد في يوم العيد يقول لك ان عايز أصوم جابها منين دي معرفش والأعجب منه انك تلاقي واحد من تاني يوم العيد يحتفظ باللحمة في التلاجة ويقول لك قصنا عايز أصوم وتقرب إلى الله يا سيدنا ما السنة كلها الصيام يقول لك لا انا عايز أصوم ثلاثة أيام التشريق التي بعد النحر ايه أيام التشريق دي ليه يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة وصوم هذه الأيام مثل صيام يوم النحر اللي هو يوم عشر من شهر ذي الحجة محرم شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر أي عيد الفطر ونهى عن صيام يوم النحر أي يوم عيد النحر اللي هو يوم عشر من شهر ذي الحجة والحديث في البخاري ومسلم كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ثلاثة أيام التشريق التي تكون بعد يوم عيد الأطحى مباشرة يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله افرح كده واتبسط واتهنى وما تقوليش أصم وأتقرب إلى الله أنت تتقرب إلى الله بالفطر والأكل من الأضحية وإدخال الصرور على نفسك وزوجتك وأولادك وإخواتك وأقاربك خاصة الفقراء والمحتاجين ولا يجوز لك الصيام أبدا في هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ودليل آخر يدل على تحريم الصيام في هذه الأيام أن أبي مر مولى أم هانئ دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمر بن العاص وقرب إليهما طعاما فقال كل أي من هذا الطعام فقال عبد الله لأبيه إني صائم فقال له عمر كل من هذا الطعام فإن هذه الأيام هي التي كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفطار فيها وينهان عن صيامها فإذن الصيام في هذه الأيام لا يجوز أبدا وهذا الكلام الذي ذكرناه هو لغير الحاج يعني لعوام الناس غير الحاج أما الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي الذي يسبحه هناك في مكة فيجوز له الصيام في هذه الأيام الثلاثة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم آمين والسلام